لما من توبه نرجع للرب شو اللي بصير برضو بيقول لنا يوئيل في صاح 2 وعدد 18 بعد ما قالوهم توبه والبس المسوح يجي في عدد 18 يقول ايه كنتيجة بقى فيغار الرب لأرضه ويرقه لشعبه حلو هالآية قوي جميلة قوي يعني وكأنه بيقول ايه انا اول ملاقي ركب سجدة وقلوب بتقول لي يعني احنا تايبين قلب الله اللي هو اساسا متحنق بس ياريك بزياد عارف حضرتك لما ابنك كده او بنتك انت طول الوقت بتحبها طول الوقت وبتحبه طول الوقت بس لما تلاقيه مكسور قدامك كده وحاسس بضعفه تلاقي قلبك اللي اساسا رقيق تلاقيه اشتعل جواك من ناحية ولادك الله اللي بيحب شعبه ولاده لما يلاقيهم كده مكسورين قدام بنقول له اسفين على غزتنا لك احنا غزناك كتير احنا جرحناك كتير احنا اهناك كتير احنا زي ما حضرتك كنت بتقول في الاول جينا في اوقات قلنا لك ابعد عننا وبمعرفة طرقك لا نصار احنا اسفين ومعتذرين يحصل ايه يرق قلبه اولها يغار انا بحب كمان كلمة يغار وجاي في الانجلس جالس الله كعريس او الرب يسوع كعريس يغير عليها قوي محبته مكتب عنه اله غيور يس فيتلاقيه كده ايه يعني ما يتحملش فيها كده يمكن اوقات يصبر عليها عشان يعلمها وعشان يشكلها وعشان ينقيها لكن اول ما تجيله ركعة وسجدة ومكسورة وتيبة المحبة تشتعل جدا في قلب فيارق يغار الله يارق لشعبه ويعمل ايه بقى يكمل برضو تعبرات جميلة اول هيا الجزء الجاي ده احنا ممكن ما نقولش ولا حاجة تاني بس نقراه ونشوف فيه كده كمية رجاء يعني اللي هو مش معقولة يعني يقول كده ويجيب الرب ويقول لشعبه هانذا مرسل لكم قمحا ومصطارا وزيتا لتجبعوا منها طبعا هنا البركة هنا اكتر بركة ارضية لانها مرتبطة بالشعب الارضي والبركة الارضية لكن نقدر ناخد ده على المستويين على مستوى بركة تعويضية في الزمان هنا ربنا يباركنا بيها لما نتوب لكن كمان بركات روحية لانه بركة في المسيح يسوع بكل بركة روحية في السماويات فيقول كده مرسل لكم قمحا مصطارا وزيتا لتشبعوا منها هتشبعوا يلي انقطعت الغذى والقمح من افواهكم هتشبعوا ولا اجعلكم ايضا عارا بين الامم اللي هو هرفع رأسكم هستركم والشمالي ابعده عنكم واطرده الى ارض ناشفة طبعا ده تعبير يعني ليه مدلولات في تاريخ الشعب يعني سواء عن الجراد الحرفي او عن السبي اللي هيجي الاشوري اللي هيجي بعد كده سنة 721 قبل الميلاد والبابلي بعدها 606 عدد 21 يقول ايه لا تخافي اياتها الارض مش انتي تبتي خد بالك انا عايز ارجع ده لاخبار الايام الاول اذا تواضع شعبي لا تخافي لا تخافي يا بهائم الصحراء فان مراع البرية تنبت لان الاشجار تحمل ثمرها التينة والكرمة تعطيان قوتهما اللي بيتكلم الله صديق المستمع عايز افكرك بالحكاية ده اللي بيتكلم الله ده مش مش شخص مش يقيل بيوعدنا ده الله بيتكلم هنا ويا بني صهيون ابتهجوا وافرحوا بالرب الهكم لانه يعطيكم المطر المبكر على حقه الفكرة وهو بيقول لهم المطر المبكر ده عايز يقول ايه ده اللي فاتكم ده بتاع اللي هو بتاع الخريف اللي فاتكم هيكي وانا عايز اقول لاخواتي الكلام ده واقول لنفسي الله يعرف يعوض عشر سنين في شهر ويدي بركة عشر سنين في سنة ساعات كتير اببصص على الساعة واقول فات مني سنة فات مني عشرين سنة مرة واحد قال لي انا اكتشفت فجأة ان انا ستين سني ستين سنة ومعملتش حاجة لها معنا سنين قليلة مع بركة الرب تعوض عشرات السنين بعدها يوصل يقول ايه فتم عدد اربعة وعشرين فتملأ البيادر حنطة وتفيض حيات المعاصر خمرا وزيتا واعوض لكم عن السنين التي اكلها الجراد الجراد بكل انواعه اللي هو القمس والزحاف والرعاع والطيار كله ده اعوض لكم عن السنين التي اكلها الجراد سنين الانكسار سنين الخطية سنين الفشل سنين الوحدة وعن بتكمل بقول ولا يخزى شعبي الى الابد ده اخر اية فيها واني انا الرب الهكم وليس غيري ولا يخزى شعبي الى الابد والخزي هنا العار هنا مرتبط مرتبط بكل ظروف صعبة بنعدي بي ايا كان يجي يوعد بس ما ننساش التوبة بعد التوبة يقول ولا يخزى شعبي الى الابد اشتركوا في القناة